مرحباً أصدقائي أتمنى أن تكونوا بألف خير معكم كوتر بفيديو جديد فيديو اليوم سأتكلم عن طريقة إيجاد عمل وإيجاد مشغلين هنا بكندا نعرف أن من أكبر تحديات التي تواجه الراغبين في الحجرة إلى كندا هي إيجاد عمل أو طريقة البحث عن عمل لذلك تابعوا معي فيديو حتى الآخر لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس ضغط على زر اللايك ودعو لي تعليق أسفل الفيديو ونبدأ الفيديو إذن أصدقائي كما سبق وقلت أن من أكبر تحديات التي تواجه لأشخاص الراغبين في الهجرة إلى كندا هي طريقة أو البحث عن عمل أو إيجاد مشغل هنا بكندا ليدعمه على الهجرة وطريقة البحث عن عمل تتطلب فقط كفاءات يمكن لأي شخص أن يتعلمها من المنزل إلى كان شخص يعني مصير على الهجرة ويرغب بشدة في الهجرة إلى كندا فهذه الكفاءات تتطلب منك فقط توفر على الانترنت وتخصيص الوقت الكافي تقريبا كل يوم فقط للبحث عن عمل عبر المواقع الإلكترونية الكندية فمن بين أهم الكفاءات هي كتابة السيرة الذاتية الكندية بالنسبة للسيرة الذاتية الكندية تختلف تماما عن باقي السيرة الذاتية كمثلا الأوروبية أو السيرة الذاتية التي نتعامل بها في دول المغرب العربي فمثلا في أوروبا أو في دول المغرب العربي نستعمل صورة صغيرة مصغرة على السيرة الذاتية هنا لا تتطلب سيرة ذاتية بأن تضع صورتك مما يجعلها شيء أفضل وأبسط فلذلك شكلك أو صورتك لن تؤثر في إيجادك لوظيفتي هنا بكندا أنت تحتاج فقط بأن تتعلم كيف تكتب سيرة ذاتية احترافية ويمكنك إيجاد الكثير من الأمثلة عبر الأنترنت يمكنك فقط أن تكتب كينيديان ويزومي in English أو بالفرنسية وبهذه الطريقة ستخرج لك الكثير من الأمثلة وأيضا توجد بعض المواقع الإلكترونية التي يمكنها أن تكتب لك سيرة ذاتية إلكترونيا يمكنك فقط أن تدخل لمعلوماتك الشخصية كفاءاتك عنوانك إلى آخر يعني المعلوماتك الشخصية والموقع الإلكتروني الكندي سيمكنك من كتابة سيرة كنادية بطريقة احترافية ثاني شيء هو الكوفر لتر أو بالفرنسية لتر دموتيباسيون أو بالعربية يعني رسالة تحت تحفيز أو وثقة تحفيز هذه الوثقة أو هذه الرسالة تكتب فيها فقط لماذا أنت شخص جيد ومناسب للوظيفة التي أنت تبحث عنها ثالث شيء هو المواقع الإلكترونية الكندية توجد الكثير من المواقع الإلكترونية الكندية التي يمكنك أن تبحث فيها عن عمل فقط يجب عليك أن تدخل إلى هذه أو هذه المواقع وتتعرف على الطريقة التي يمكنك أن تبحث فيها معظم المواقع الإلكترونية تتطلب منك فقط كتابة الكلمة المفتاح للمجال الذي أنت تبحث فيه فمثلا إذا كنت شخص يشتغل بمجال الطبخ يمكنك فقط كتابة شاف كويزيني أو اسم هذا المجال والموقع الإلكتروني سيعطيك كل الوظائف التي هي متاحة في هذا المجال وبهذه الطريقة تتمكن من الدخول إلى الموقع أو الدخول إلى الوظيفة وقراءة متطلبات المشغل ما الذي يطلبه من كفاءات أو من دراسة أو من شهادات إلى آخرين ليتم قبولك في هذه الوظيفة وأهم موقعين للبحث عن عملنا في كندا هو أول واحد هذا الموقع هو حكومي بايدوي اسمه جوب بانكس موقع جوب بانكس يمكنك أن تجده فيه وظائف بجميع أنحاء كندا وبكل المقاطعات الكندية سأضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو ثاني موقع هو إنديد إنديد أيضا من بين أكبر المواقع في العالم للبحث عن عمل في كندا يمكنك أيضا استعمال الكلمة المفتاح للبحث عن وظيفة في مجالك فقط وبهذه الطريقة سيطلعك على كل الوظائف المتاحة في هذا المجال وكما سبق وقعت قلت يمكنك فقط الدخول هناك وبعد سيرتك الذاتية بايدوي يمكنكم فتح حسابات باسمكم وعمل ما يسمى باشتراك لتتمكنوا من التوصل بكل الأبديت والتجديدات في مجالكم المخصص لتتوصلوا بكل الفرص المتاحة للعمل في المستقبل عبر الإيميل أو عبر بريدكم الإلكتروني يمكنكم أيضا تحميل تطبيقات على هواتفكم لتتوصلوا بـ Notifications عندما تكون وظيفة جديدة بمجالكم لتكونوا دائما يعني على معرفة وعلى دراية بالوظائف الجديدة لبعث رسائلكم التحفيزية وسيركم الذاتية رايدوي يعني بدون تأخير أيضا يجب تحميل تطبيق أو فتح حساب على موقع LinkedIn موقع LinkedIn هو موقع مهم جدا للبحث عن عمل في كندا أو في أي دولة أخرى لأنه يمكنك من التواصل مع المشغلين مباشرة لتتعرفوا على الأشخاص الذين يشغلون بمجالكم أيضا أو على مشغلين على الأشخاص الذين يشغلون بالترمية البشرية لأن هؤلاء الأشخاص سيساعدكم كثيرا على البحث عن وظيفة أو إيجاد وظيفة وحتى إذا كانوا فقط ناس يشغلون بمجالكم فيمكنوا أن يساعدكم أو يتيحوا لكم فرص أكبر لتجدوا عمل أو وظيفة بمجالكم بعد مرحلة البحث وبعد مرحلة كتابة السيرة الذاتية ستأتي مرحلة مقابلة العمل هذه المرحلة مهمة جدا لأنها ستكون مرحلة حاسمة لنجاحك في الحصول على الوظيفة أو لا وفي إقناع المشغل أو الشخص الذي يتكلف بتوظيف الأشخاص في هذه الشركة بعد التواصل معك من طرف الشركة التي بحثت فيها أو التي بعتت لها سيرتك الذاتية سيتم الاتصال بك من أجل مقابلة عمل أو ستمر لمرحلة مقابلة العمل لذلك يجب أن تكون جاهزا لهذه المقابلة لذلك سيتم مقابلتك سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيق متاح من طرف الشركة يعني بالطريقة ما سيتم مقابلتك أو حتى عبر الهاتف يمكنه عمل هذه المقابلة إذن يجب عليك أن تتعلم كل الأشياء التي ستساعدك عليها على هذه المقابلة أو على النجاح في هذه المقابلة فمن بين أهم الأشياء هو أنك يجب أن تتعلم كيف تتكلم عن نفسك أو كيف تصف نفسك كموظف ما هي نقط قواك ما هي نقط ضعفك في الشركة يعني حاول أن لا تتكلم عن طريقة سلبي عندما يسألك عن نقاط ضعفك يجب أن تعرف أيضا كيف توصل أو تفهم المشغل بأنك شخص سيضيف قيمة إلى الشركة بكفاءتك وأنك ستساعد على نموها إلى الأمام إلى آخره لأن الهدف من تشغيلك أو هدف المشغل من تشغيلك هو أنه يريد أن يضيف قيمة إلى مشروعه أو إلى شركته فلذلك هو يبحث عن أشخاص يعيشون خارج كندا ليأتوا ويشتغلوا عنده لأنهم سيضيفون قيمة مضافة إلى الشركة ترجمة نانسي قنقر